الانتقال إلى نماذج جوجل راح يطلع لهذا النموذج النموذج الخام راح أنطي عنوان أسميه سجل حضور الطلاب في الصف الإلكتروني بعد أن أنطيت اسم راح أنتقل إلى المعلومات اللي أريد هنا من الطالب أولا أريد الإسم الثلاثي الإسم الثلاثي للطالب أختار للإسم الثلاثي إجابة قصيرة حتى يتمكن من الكتابة بهذا الموقع لإسمه خيار مطلوب مفعل حتى يتمكن الطالب من كتابة اسمه وعدم ترك الإسم الثلاثي فارغ الصف الصف أهم أختار لإجابة قصيرة أو خيارات من متعدد مثلا أنا عندي صف ثاني وثالث مدارس متعددة أقدر أما خيارات متعددة أو إجابة قصيرة يكتب لهو بها صف و بها شعبة أهم أنظر إلى خيار المطلوب يجب أن يكون مفعل مثلا أريد بعض منه التاريخ التاريخ اللي موجود به بالمناسبة التاريخ إيقونة جاهزة موجودة في نماذج جوجل مجرد ما أكتب له التاريخ هو راح يتحول لي إلى التاريخ إلى إيقونة التاريخ ينطيني شهر ويوم وسنة بعد شغلة مهمة أنه هذه الاستمارة الوقت اللي يملي بيها الطالب بأي وقت وبأي دقيقة بأي ساحة هي تجيني جاهزة الوقت ماكو داعي أنا أقول له سجل للوقت اللي حضرت به وقت ملء الاستمارة هو يكون موجود طبيعيا زين هاليا أنا كملت المعلومات اللي أريدها منه كملتهم بعد ما أريد منه شيء راح أجي خيار اسمه المظهر أعدل مظهر السجل أرتبه مثلا راح أختار صورة للسجل الماتي حسب الصورة التعجبني مثلا أختار هذه الصورة أقول له إدراج وأغير اللون حسب اللي أريده مثلا راح أغيره للأزرق أقول له تطبيق أجدت الصورة وتغير السجل إلى اللون اللي أنا غيرته اللي هو الأزرق زين بعد إن كملت سجلي والمعلومات اللي أريدها حاليا أقدر أرسله بس قبل لا أرسله أجي للإعدادات هالي الإيقونة اللي 3 نقاط بيها راح أفتحها أجي الخيار الإعدادات أول خيار عندي خيار عام أفعل هذا جمع عنوين البريد الألكتروني وأفعل التقيد برد واحد شنو السبب؟ السبب إنه راح كل طالب يسجل اسمه مرة واحدة والبريد الألكتروني يدخل يقدر بيه مرة واحدة يعني إذا سجلوا رسل لي التسجيل ما لتبعد ما يقدر مرة ثانية يرجع يسجل اسمه فهذا الخيار هنا عند مهم العرض التقديمي إش أحتاج منه؟ أحتاج منه راح أترك رسالة للطالب برا ما يسجل راحش أقول له أقول له شكرا جزيلا لحضورك راح تطلع له هاي الرسالة يعني وصلني النموذج الإيقونة الثالثة بالإعدادات هي الاختبارات هنا أنا بسجل الحضور ما أفتحها لأن هذا مختبار هاي شغلتها تحسب النقاط وتحسب الدرجات هنا ما عندي درجات هو سجل الحضور فراح أقول له حفظ حاليا أضاف لي عنوان البريد الألكتروني هذا يفيدني حتى الطالب يسجل مرة واحدة لا أكثر زين هذا النموذج راح أسوي له قبل له أرسله للطالب أقول له معاينة أرجع إلى الإعدادات أقول له هنا معاينة خليه شوفه شلون راح يوصل للطالب وشلون يحل الطالب به راح أول مطلوب منه عنوان البريد الألكتروني راح أخلي البريد الاسم الثلاثي راح أسجل أي اسم مثلا أحمد صالح علي مزين اسم الثلاثي صفه مثلا الصف الرابع بياه تاريخ راح هو يفتح له تاريخ جاهز مثلا بتاريخ اليوم سبعة نيسان الفين وعشرين أقول له أرسال بعد ما رسله الطالب راح يطلع له شكرا جزيلا لحضورك مثل ما أنا شفتها زين هس المدرس اش راح يلقي خنشوف المدرس إجارة هاي هنانا طلعت لي الردود عندها رد واحد نفتح الرد نلقيه من هذا البريد الألكتروني ومن اسم أحمد ومن الصف الرابع وشان بيوم سبعة أبريل زين آن إذا عندي مجموعة من الطلبة خب ما أظل دور طالب طالب راحش أقل له أقل له سوي لي جدول بي طبعا من انتهت من وقت المحاضرة أو وقت تسجيل الحضور راح أغلق هذا الخيار قبول الردود أغلقه حتى بعد انتهاء المحاضرة ما يقدر يرسل اسمه هسا بعد أي واحد ما يقدر يرسل اسمه على هذا النموذج فراح أقول لها نطيني جدول بأسماء الطلب الحضرة وبيا يوم وبيا تاريخ أمين أجي أجي إذا هذه الإيقونة إيقونة الزائد الموجودة باللون الأخضر أضغط عليها إش راح يقول؟ يقول إنشاء جدول البيانات جديد؟ أقول إنشاء حاليا صار عندي جدول بجميع أسماء الطلاب بيا صف وبيا تاريخ وشنو بريد الألكتروني وهو أنطاني التاريخ الذي ملبي الطالب بياش الساحة وبيا يوم فإذن هنا هذا الجدول أقدر أنسخه أقدر أعرف طلابي منو حضر منو ما حضر منو تواصلوا ياي فهذه الطريقة سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا جهد من المدرس وأبسط من كتابة أسماء الطلاب بالطريقة العادية أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر